الضغط العملي والمهني والحياة الاجتماعية والركض مع الولاد كلها يعته هاي بيقضي يمكن لضغوطات كتير وعم نحكي تحت الهواء انه لازمنا يوغا بالبيت اكيد هلا اليوغا اذا هي يمكن رياضة معروفة نور انه بتعتمد يمكن على الحركات الجسدية وبتفيد اكيد الصحة النفسية والبدنية بشكل كتير كبير وصارت يمكن من اكتر الرياضات انتشارا لاثارها الايجابية على صحة الفرد ونفسيته مثل ما قلنا وبهذا الاطار اكيد رح نتعرف اكتر عن هاي الرياضة مع مدربة اليوغا غدير بغجاتي بدنا نقلك صباح الخير صباح النور كيفك؟ رواء الحمد لله ايه اكيد رواء صحة طول لكن يكوني اكيد يسعد صباحك بالبداية قبل ما نغوص بتفاصيل اهمية رياضة اليوغا وقدش الى اثار ايجابية خلينا نعرفها للناس اكتر شو هي رياضة اليوغا؟ اليوغا ككلمة سنساكريتية تعني الابتحاد اتحاد الروح والعقل والجسد هي رياضة بيسموها رياضة الروح والعقل والجسد هالتقنيات آليات نتعلمها لنرجع نتعامل مع جسدنا صح مع فكرنا نقدر نهدي هالتناغم ما بين الفكر والجسد حيعطي حالة من الاسترخاء هالحالة الاسترخاء ممكن نسميها حالة روحية فيها شي سمومي يعني روحي وسعادة اكيد غدير خلينا نحكي اليوم بالتفصيل عن انواع هالرياضة هل بمقدور كل الاشخاص انني مالسوا؟ هلا اكيد رياضة اليوغا فيها جماليتها انه هي قديمة جدا من اكثر من خمسة الاف سنة يقال ممكن اكثر من هيك بكتير فهي بتقدر تخاطب اي تساعد اي انسان باي عمر وباي حالة صحية حتى لكن وفيها مراحل ودرجات وانواع واللي بدك فاللي بدك يعني انتي بحاجته حتلاقيه باليوغا اوتوماتيك هلا فيه عندنا انواع من اليوغا كفلسفة مثل الراجا يوغا مثل فيه اشياء فلسفية تدخل بالفكر بالعمق الفلسفي للحياة لكن الاكثر شيوعا هي الهاثا يوغا اللي بتعتني بالجسم الاشتنقا يوغا الفنياسا يوغا يعني هدول الاكثر شيوعا اللي بتعتني بتعلم الانسان سلسلة حركات طيئة بتميز اليوغا عن الرياضة هي تزامنة مع مراقبة الانسان لنفسه ومزامنة الحركة مع النفس بالاضافة لوعيه لجسده يعني ببساطة احنا بدنا نقل بمرايتنا من مراقبة الخارج لمراقبة الداخل طيب حكيت يمكن الانواع الاكثر شيوعا لرياضة اليوغا لكل المبتدئين اذا فينا نقول يمكن والكتير من الاشخاص اللي عم يتابعونا فعلا حابين مثلا يمارسوا الرياضة او رياضة اليوغا بس بقلك مثلا ما فيني جوب كوتش خاص او ما فيني التحق بنادي البداية بتكون باي مرحلة او اي نوع فينا نحكي عنا ممكن الشخص يقوم ببعض الحركات فعلا تأدي لراحة نفسية لبلش نهاري نوعا ما معقول شوي حلا بالنسبة اليوغا يستحسن انه نبلش لمبتدئ زيرو انه يبلش مع متدرب يعني بالبداية متمكن بالبداية على الاقل لا يقدر يساعده انه يرجع يعرف يراقب نفسه يرجع يعطي الاساسيات يعني المدرب بيصير عنده خبرة انه يلقط اشياء عند النفق بيقولولك بالتنمية البشرية في عنا البقعة العمياء حتى بسواقها في نقطة ما منشوفها غيرنا بيشوفها فورد شابنا بيكون فيه احيانا وسخة ما منشوفها بس الاخر بيشوفها والخبير بيقدر يلقط عندك او عنده او عند اي حدا تاني من لفته منه انه هاي مشكلته كزا هاي مشكلته كزا ففينه طبعا الانسان يبزل جهد بس ده يكون جهده مضاعف ويكون كتير واعي ورايق على حاله قبل كل شيء ده يجرب يوغا لحاله يعني مبدئيا مو انسان عم يعاني من اوجه عرق بي وكتاف وصاله زمان بيعود على الكمبيوتر بدي يتعلم مثلا وقوف على الرأس بيأزي حاله صح ففي حركات صعبة نعلى شيء من أجلة بالبداية ممكن ندرب حالنا على الاقل بس على مراقبة النفس على الحركات الرياضية اللي معتادين عليها لكن ندخل لعامل الوعي والتنفس والهدوء يكون كتير مني كبداية خلينا نحكي عن الفوائد بالتفسير فوائد النفسية اللي يمكن اليوم كلنا عم ندور علينا نكون بصحة نفسية حلوة نواجه هاي الضغوط يمكن بطريقة أروى بهدوء نتجاوز الصعوبات هل في نماذج معينة يمكن نساعدتيون على هذا التخطيب؟ أكيد أكيد أنا كوني كمدربة يوغا قبل كل شيء ساعدت نفسي لأني انتقل من هاي الحالة تبع الضغوطات والركض والضغط كنت ستبيت وامرأة عاملة صحيح وعندي هوايات وعندي مسؤوليات تجاه بناتي وابلشت بمعاناة أوجاع الظهر والمشاكل الصحية يعني هذا طبيعي كلنا فتنة فيها هاي بس اليوغا ساعدتني اني اطلع تغير نظرتي للحياة تغير رتب أولوياتي أقدر أرجع أعرف انه شو بقدر عليه وشو أعرف إمكانياتي كمان ووسعها بلطف مو الشغلة انه بس أنجزت أكتر بس بعدها تسطحت يومين الشغلة كيف أنجزت وكيف رفعت من مستوى إمكانياتي عن طريق اليوغا بتساعدنا نرفع من إمكانياتنا الجسدية والعقلية حتى انه نقدر نحل أكتر من مشكلة مع بعضها بهدوء بدون ما نفقد شغفنا بالحياة بدون ما نفقد فرحنا للحياة اللي هو هاد أهم شيء يعني كيف الإنسان ممكن يكون أوكي أنا بأعمل كل شيء بس برجع عد بيت ولا حالة الاكتئاب العام الموجودة صحيح وبس ببلدنا نتيجة وضعنا يعني مو نتيجة إنه ولا بلدنا تعثرنا وصار معنا كيت وكيت أوكي ما اختلفنا بس حتى بالعالم كلها موجودة يبدو النظام الاقتصادي العالمي فيه ضغط ضاغط على الفرد وبالتالي مشان هيك يمكن اليوغا كتير انتشرت بالغرب هلأ لأنه فعلا الناس لقوا أنه شفاء فيها يمكن أشرت النقطة كتير مهمة اليوغا بتعلمك يمكن كيف تشتغلي بالحياة بهدوء برواءة وهي النقطة اللي بنركز عليها أساسا كيف فيني فعلا أنا أعرف طاقاتي ما حمل حالي أكتر من طاقتي لأنه إلى آثار سلبية بس نقطة الهدوء هون قدش فيني فعلا كون أساسية باليوغا يعني لما أنا بلش يوغا بتلاقي مثلا في كتير ناس هايبر كتير ناس مضغوطة كتير ناس هيك بتلاقيها عشوائية تتوتر بشكل سريع ويمكن كلياتنا هلأ بتلاقينا فجأة بتلاقي حدا راية وتعصب من شيء يمكن ما إله أساس أنه لا يعمل هاي الآثار النفسية عليك هاد الهدوء اليوغا بالبداية قدش ممكن تعطينيها يعني قدش أنا فعلا لألعب يوغا بالبيت أو التحق مع كوتش قدش فعلا لألمس هاي الآثار الإيجابية عليك هلأ مثل ما بيقولوا أي شيء بالحياة عطيه 100% من جهدك ووقتك بيعطيكي ثمرته 100% وأي شيء بتعطيه 50% بيعطيكي 50% وتعطيه 40% هو مثل ما بيقولوا كل إنسان وشطارته إذا أنت كنت جادة فعلا قدش رغبتك بهذا التحقيق هاد الهدوء لأحكي لك حكاية بيحكوا عن اليوغا بيحكوا دايما بروايات وقصص عن الحكمة إنه راح شاب عند الحكيم ليقل له وقل له شو يعني بدي الحكمة بدي أتعلمني عن الحكمة قام جاب سط المي مسكله راسه ودكله يا في إجا ليختنق طلعه رد رجع قال له إيه شو يعني بدي تعلمني عن الحكمة شو عم تساوي نزلوا راسه مرة تانية رد إيش اللي يختنق طلعه مرة التالتة قال له إيه قال له شفت رغبتك أنت وتحت لتاخد النفس قال له إيه قال لو إذا بيكون عندك هاي الرغبة نفسها لتعرف الحكمة بتقوم تحصل عليها وبالتالي كل شي بالحياة هي بدك ترتاحي بيكون عندك هاي الرغبة لأنه حالة المتعى بالتعب نتعود عليها إنه إيه ما بعرف حالي غير هي مثلا مدخن ما بعرف حالي غير مدخن شغيل واركوهوليك بيقول له عنده إدمان عمل ما بعرف ما بيقدر يتعرف على ذاته غير من خلال العمل الضاغت اللي عم بيسبب له مراد ومعن تسبب له تعاب عرفت كيف فهيك بدنا نبزل جهد للأسف لا هذا شي صحيح بالأخير يمكن ما بتحسي شيء له طعم إلا إذا بزلت له جهد تحسي فعلا أنجزتي ورغبة حقيقية هيكة من الداخل عندك هلأ مثل ما قلنا غدير بالبداية أنه يمكن فيه أشخاص هنا بيطبعون الأشخاص العصبيين إذا فينا نسميهم التسمية الصح وهنا الأشخاص يمكن أن يفتقدون لنوعا ما من الهدوء بالمقابل فيه أشخاص طبعون هنا أشخاص الرائعين الهاديين طبيعة استجابة الأشخاص بين الاثنين أو الاستفادة سواء كانت الجسمية الجسدية أو حتى النفسية دي بتختلف معيك هل فيه المكان أنه يتحسن الأشخاص العصبيين ويصيروا ريلاكس ويحكموا الأمور يمكننا بكل طاقة حلوة أكيد أكيد هذه جمالية اليوغا أنه الإنسان بيرجع بيتعرف على ذاته تعرف على أمكانياته وبالتالي بيقرر يصير عنده خيار خيار أنه أنا صار هالحدث هذا الحدث محفز بالعادة أنا ردة فعلي هي انفعالية فيها غضب فيها رفض أي شي رفض فيها عنف اليوغا كتير بتدعم موضوع اللاعوف وبتأكد عليه أنه قبل كل شي نحنا ما لازم نستخدم العوف لا مع الآخر والأهم مع أنفسنا والغضب وهي استخدام عنف تجاه النفس فأنا قد ما تحملت الآخرين بعدين برجع على البيت وبع الصيب معناته أنا ما مشيت على قواعد اليوغا اللي هي اللاعوف لا أنا وبالتالي سألتيني كيف ممكن الناس تفرق أكيد في ناس بتفرق الناس أنا بالنسبة اللي كتير تأثرت باليوغا من أول من أول جلسة في كتير ناس خبرين عن تجربتك في غيرة حياتي مالش حابين نعرف والله غيرت حياتي كتير يعني فينك تسألي الناس اللي حوالي يعني أنا نظرتي للأمور للحياة أنا طول عمري إنسانة فعالة شغيلة بحب أنجز مو حبة بساعد لكن فين عندي هاي الحالة الضغط وشعور الضحية إيه إيه أكيد ما تلوظم الأمهات عنا يعني إحنا عنا هاي الحالة تبع التفاني التفاني ولكن نرجع من النهار لأنه ونشعر بالضحية لأنه منشعر أنه نحنا ما عم نتكافر ما نحنا عم نقدم من الكون من الأهل من العيل اختلفت نصرتك هيك مع اليوغا أيوه نصرتك بتختلف مو أدائك بالمناسبة بيرتفع مو بيصير أقل هي بدك فترة راحة أكيد ضروري إنك في فترة انتقالية للناس تعتاد عليك من جديد إنه أنا ما معتاد على غدير عندها الردة الفعل الهادئة إنه أنا أنا بعرف بحكي هالكلمة هي تعصب طب كيف صرت بحكي هالكلمة هي بتتعصب تعصب أنا كنت وكنت كتير عصب ولا هلأ أكيد بعصب يعني إنسان نظرة يمكن نظر كمان النضج يمكن ومرور الوقت بيلعب دور بنظرتك للأمور بس كونك مدربة لرياضة اليوغا وعندك مركز الخاص خلينا نحكي عن هاي التعامل يمكن مع المتدربين مع اللي حابين فعلا يكونوا ضمن إطار المركز يكونوا يوميا معكون يتدربوا على رياضة اليوغا عم تلاقي هذا التأثير يعني عم تلمسي هذا التأثير عليهم عم تكونوا أشخاص مختلفين عم يحبوا فعلا رياضة اليوغا وعم تأثر بشكل إيجابي على حياتهم والله يا ريت معناياهم إنهم ليحكوا مثلا بحكي لك عن تجربة مدربة صارت معي هي كانت طالبة عندي كانت بتعاني من جنف تعرفوا شو يعني جنف للظهر يعني شو آلامه بتعاني من تمزق بغضروف في الركبة وآيلين للدكاترا وكانت صبية عشرينية يعني التزمت معي باليوغا لو أحبت اليوغا وارتاحت كان عندها فبروميالجي آلام شديدة وقصص يعني وقت اللي فاتت على اليوغا كانت مقررة إنه خلصت تتكب الأدوية وبدأ تروح لهذا الطريق لأنه مقتنعة فيه آريا عنه أخذي فكرة عنه سبحان الله مثل حصل الكليك بيني انسيجام أنا بقول أعرف تسميها بنتي الروحية هي تسميني بأمة الروحية فهي هالإنسانة تحولت لمدربة يوغا بعد ما بعرف قداش 8 سنين مثلاً من التدريب صارت إنسانة اختلفت بشكل كامل بتقلي إنه أولاً آلام غادرتها حبيت سيتامل ما بقى تأخذ كان مثلاً عندها حالة العصبية من الشوب من الكوندشن إنه إذا قطعت الكهرباء يلطيف تصير معا انهيار عصبي فصار زوجة بيجي من الشغل بيقول لها طب فيه كهرباء ليش من مشغلة كوندشن تقول لها ما انت به حلو هذا هذا نحن نحكي عنه عرصتش يعني أنا كثير من حيك أنا الناس بقولوا لي ما تدايقتين الصوت أي صوت صارت سلامتك لا هاي الحالة اللي عم نحكي عننا يمكنه كثير من الصبايا والسيدات بتقولك فعلاً تتمنى توصل لإيلا لأنه تماماً فيه يمكن كلاياتنا عم نعاني أساسها منضوطات اجتماعية نفسية اقتصادية كلاياتنا عم نمركية هون منحكي على قصة انه البحث عن علاجك في الخارج ولا في الداخل نحن معظمنا وقت منضوج من الشروط الخارجية شوف برد جونزي تأخر ولادي ما عم يكتبوها زايفون أي حالة هاي القصص بتخلي انت عم بتفكري انت مالك مرتاحة عم تبحسي على راحتك انه اذا جوزي بيلتزم بالوقت بصير منيحة اذا ولادي بيكتبوها زايفون تصير منيحة اذا جارتي تبطلت نقط علي بنغسيلاتها بصير منيحة طب اوكي على مهل اخصلي اخصلي ما بين عالمك الداخلي اللي انت مسؤولي عنه بشكل حقيقي ومسؤوليتك الاولى وبين عالمك الخارجي بين نقاط تأثيرك الفعلية بشو بتقدري تأثري وبين انه اوكي هاي اشياء تحتمي فيها ولكن مو هي ضمن نطاق تأثيرك انا ما بقدر حقيق له الظروف لبنتي انه تدرس اذا ما درست طب شو بساوي بنهار ما بنهار طالعا مسيطة هي النظرة الايجابية خلينا نقول بالحياة اللي بنتمنى تكون موجودة عند كل الاشخاص ما بناء نكون شوي بعيدين عن الواقع فيه صعوبات اكيد بس متل ما حكيتي نظرتنا ممكن تتغير معالجتنا للامور ممكن تكون غير على فكرة انا بعد الصباح يلازم زور المركز اكيد سحرة ناطر تكون ناطر تكون ناطر تكون ناطر تكون زينة مسكت انا وعن ماشا شكرا لك غدير كتير لها بالصباح لانه نحنا كتير بحاجة لإعادة تقييم لحياتنا ونظرتنا للأشياء ونظرتنا للصعوبات ان الصعوبات هي ما لنهاية هي بالعكس هي الدافع لنصير أحسن لنصير أحلى وتصير حياتنا أحلى شكرا لكم تصير حيات الكل أحلى ويبعت راحة البال وراحة النفسية لكل الناس وتشكرك كتير على وجدكم معنا شكرا كتير شكرا لكم نامسكت